بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الدرس الرابع من الوحدة الأولى شركات الأموال نتناول في هذا الدرس النوع الثاني من أنواع الشركات وهي شركات الأموال وهذا النوع من أنواع الشركات يمتلكه أكثر من شخص وتكون مسؤولية كل شخص عن ديون الشركة في حدود ما يملكه في الشركة دون أن تتعدى لأمواله الأخرى وتعتبر شركات المساهمة نوع من أنواع شركات الأموال وشركات المساهمة عبارة عن شركة ينقسم رأس المال فيها إلى أسهم متساوية وهذه الأسهم قابلة للتداول ولا يسأل الشركاء في شركة المساهمة إلا بالمبالغ التي يدفعونها في الشركة ولشركات المساهمة عدد من الخصائص وهي الشخصية الاعتبارية وهذه الخاصية تعني أن الشركة المساهمة تعتبر شخصية قانونية مستغلة أي شخصية معنوية عن حملت أسهمها تكون لها شخصية قانونية مستغلة عن حملت أسهمها وهذا يعني أن تقوم شركة المساهمة بالبيع والشراء والالتزام وتكون تصرفات إدارة الشركة تخص الشركة وهذه الخاصية تعني كذلك انفصال شؤون الشركة شركة المساهمة المالية عن الشؤون المالية لملاك الشركة وكذلك أن هذه الخاصية تعني أن شركة المساهمة لا تتأثر بانتقال ملكية أسهمها من شخص لآخر أو لا تتأثر بموت أحد حملت الأسهم أو بإفلاس أحد حملت الأسهم وكذلك هذه الخاصية تعني أن الشركة أن شركة المساهمة هي المسؤولة عن ديون الشركة فالدائنين لا يطالبون حملة الأسهم بما لا يسدد من ديون الشركة هذه هي الخاصية الأولى وهي خاصية الشخصية الاعتبارية لشركة المساهمة الخاصية الثانية إدارة الشركة أن إدارة شركة المساهمة تتم عن طريق الجمعية العمومية للمساهمين وهذه الجمعية تقوم بانتخاب مجلس إدارة من بين حملة أسهم الشركة مجلس الإدارة يتم انتخابه من الجمعية العمومية للمساهمين ويقوم بإدارة الأعمال المباشرة للشركة أما شؤون الشركة اليومية فإنه يقوم أحد أعضاء مجلس الإدارة والذي يسمى عضو مجلس الإدارة المنتهق بإدارتها ويعمل كمدير عام للشركة ولكنه يجوز لمجلس الإدارة أن يعيم مديرا عاما من غير أعضاء مجلس الإدارة بل من غير حملت أسهم الشركة بمعنى أن إدارة شركة المساهمة تتم عن طريق الجمعية العمومية للمساهمين التي تقوم بانتخاب مجلس إدارة الذي يقوم بدوره بتعيين مدير للشركة يعتبر يسمى عضو منتدب أو بتعيين مدير عام للشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة أو من غير حملت الأسهم سهولة تبادل الأسهم وهذه هي الخاصية الثالثة لشركة المساهمة وهذه الخاصية تعني أن لحملة الأسهم في شركة المساهمة الحق في تداول أسهم الشركة دون الحاجة إلى أخذ موافقة الشركة أو الشركاء على ذلك ولكنه يجب أن تسجل عملية التداول في سجل المساهمين بشركة المساهمة ويؤدي سهولة تداول أو تبادل الأسهم إلى استمرار الشركة وعدم تأثرها بموت أو إفلاس أحد حملت أسهمها قابلية سكوك الشركة بأن تكون أداة استثمار قصيرة الأجل أو طويلة الأجل حسب رغبة المستثمر وكذلك تؤدي هذه الخاصية إلى عدم تأثر الشركة بتغيير القيمة بالقيمة السوقية لأسهمها خاصية الرابعة من خصائص شركة المساهمة العمل في ظل نظام الشركات وهذا يعني أنه لا بد أن يكون نظام المحاسبي لشركة المساهمة منسجماً مع متطلبات نظام الشركات في المملكة هذه الخاصية بتعني أن تكون حسابات الشركة أو نظام الشركة المحاسبي منسجماً مع متطلبات نظام الشركات في المملكة